اشتركوا في القناة اكبر من سابقتها براكين تهيج وزلازل تضرب هنا وهناك والجراد يهجم بشكل عنيف في مناطق مختلفة والامطار التي كانت تستغرق من سنة الى سنوات لتهطل اصبحت تنزل في وقت وجيز لا يتعدى اليوم الواحد مسببة اغراق كل ما يأتي في طريقها وفيروس شانيع يهدد الصين والعالم بكارثة بشرية كبيرة ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط خلوبهم ولكن قسط خلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ألواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما قوتوا أخذناهم دغتة فإذا هم مبنسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أتدرون كيف يقابل المسلم البلاء والمصائب؟ يقابله بالتوبة يقابله بالإنابة يقابله بالدعاء يقابله بالتضرع تضرعوا وانت يا من تنشر النكت والمزاح والمقاطع المضحكة ما عندك احساس؟ ما عندك قلب؟ ما عندك دلم؟ الدراسة علقت الحدود أغلقت المساجد أغفلت الجمعة والجماعة عطلت المؤذن يقول صلوا في بيوتكم العمرة أوقفت منذ عشرين يوم لم يعتبر إنسان على وجه الأرض هل كره الله بعاثنا فثبتنا؟ هل هذا كسبوا أيدينا؟ هل جاهرنا بالمعصية فأعرض الله عنا؟ هذه نذر لا مجال فيها للسخرية قال بعض السلف ما أهول العباد على الله إذا أضاعوا أمره؟ يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهسئون أليس الوباء برسول؟ أليس المرض بنذير حتى نعود ونصحح المسير؟ هذه الآية ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام بل تشمل الرسول ومواعظ الرسول كما قال الطاهر بن عاشور قال الله تعالى وَمَا نُرْسِرُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا إن لم تخف اليوم فمتى تخاف؟ أنا أدعوك إلى حسن الظن بالله لكن مع هذا الحسن الظن لا بد من اتخاذ الزاد وزادك هو التوبة وحسن العمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاص